السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن سؤال أنا بنتي أطفال بيشتموها في الشارع ربنا يسمحوا وبيعندوها وأنا بقول لها مش تردي على حد بس أولي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هل كده حرام عليه حرام عليا ولا أعمل إيه خلينا نخلي السؤال أعمل إيه مش حرام عليا إيه اللي حاصل فيه فرق في جانب التربوي ما بين هو ده حلال ولا حرام وده مؤثر في نفس البنتي ولا لا تعالي نشوفه نعمل إيه يعني أنا لو بتسأليني أعمل إيه لو أن بنتي الناس بيشتموها مش ممكن أبدا يكونوا هما بيشتموها طول الوقت لأن هي مثلا أنا بس رفعت عندها الحساسية يعني مثلا على سبيل المثال لو هما بيتنمروا عليها بسبب لونها مثلا أو بيتنمروا عليها بسبب طولها أو قصرها أو بيتنمروا عليها بسبب وزنها أي سبب من أسباب التنمر أنا أظن أنت بتقول بيشتموها يعني بمعنى أنهم بالمعنى المعاصل أنهم تنمروا عليها فتعمل إيه أنا عايز أقول أن احنا لازم رب أولادنا في مواجهة التنمر أنهم يعملوا ثلاث إجراءات الإجراءة الأولاني أنهم ما يركزوش مع ده بمعنى أنهم ما يحولوش ده إلى سبب من أسباب الشجار والعراق ويبقى كل يوم بيتخنقوا مع حد ولكن الشخص يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا مش طالب أن الناس تقف أمام التنمر بعراق وبعنف ولكن أنا طالب أنهم ما يقفوا بشخصية ثابتة إزاي يعني وما تلاقيش أقول لحضرك حاجة تنفع أن بنتك ومع مكان سنها تعمله أن لو حد عمل ده إيه اللي حاصل توقف كده وتسأله أنت بتقولي ده عشان تخليني أزعل ببساطة خالص نفترض أن لها أيها أنا عايزك تزعالي وعايز أدايقك وعايز كذا 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 السؤال الثاني طب أنا لو زعلت أنت هتقولي أنت عايز أولادنا يعملوا كذا آه طب أنا لو زعلت أنت هتستفد إيه عارفة المدة اللي هي بتعملها ده كده دلوقتي هي مدة فيها بتحس بيه ثقة بالنفس طب أنا لو زعلت أنت هتستفد إيه هبقى مقصوط أن أنا دايقتك كويس بس أنا أقولك حاجة أنا ما تدايقتش ما تدايقتش ليه إنه في الحقيقة اللي أنت بتقوله ده لو كان يدايق فيدايقك أنت لأن أنت شفت الحاجة الوحشة لكن أنا شايف فيك حاجة كويسة أن أنت بتقدر تعبر عن اللي أنت عايزه طب ممكن تعبر بطريقة أحسن طبعا أنا بقول لكم ده أنت دلوقتي وأنت سمعيني بتتكلموا عن إيه أنا ما تكلمش هنحد ضرب حد لو حد ضرب حد عايب عندنا إجراء تاني لكن عندنا حد بيشتم حد فإحنا عايزين نحسس الشخص اللي بيشتم ده قد إيه الحياة ممكن تبقى أحسن بعيدة عن العنف اللفظ فنعلم أولادنا حسن التعبير وحسن المنطق لا إحنا خلينا أولادنا يمشوا مكسورين خاطر ولا خلينا أولادنا يتعاركوا بس خلينا أولادنا يسألوا الشخص ده أسئلة ببساطة خالص وفي النهاية علمنا أولادنا أن إحنا ما نتأثرش باللي هم بيقولوه لا خلينا أولادنا مشوا وهم حزانة وهم موجوعين ولا في نفس الوقت خلينا أولادنا يخزئ حزانة وموجوعين ويخزنوا الوجع ده جواهم ويتحاسبنوا عليهم زي ما بيتحاسبن الإنسان وهو جواه حاسس ان هو مهزوم لا مش عايزين كده حاسب يا الله نعمل وكيل هذا كلام صحيح ويفضل يقولوا بس هو بيقولوا يقولوا بعد ما يقوم بالواجب اللي عليه الواجب اللي عليه انه يعرف انه هو مش مزموم مش مرفوض مش منقوص هو لازم يعمل كده ده واجب عليه واجب عليه انه يبين ان اللي يحصل ده مش مناسب ويقف ويواجه ده بنتك لو عملت كده انا اظن ان ما فيش حد هيعمل كده مرة واثنين وثلاثة عايحسوا انهما بيتعاملوا مع حد قوي حد قوي بالحجة حد يقوي بالمنطق فيحس انه هو مختلف فتاني مرة عتلاقي حد بيقول له ما تعملش معاها كده تاني لانه حس انه هو بيتعامل مع حد قوي فهو لازم يحترم الاطفال بيحسوا بكده هيجي طفل تاني يقول له لو سمحت ما تقولهش كده تاني هو قالك انهم بيحبش كده هي قالتلك انهم بتحبش كده هي قالتلك ان انهم بتحبش كده فلما يعمل كده اولادنا يبقوا اقوية ويستطيعوا انهم ما يوكدوا ذاتهم يوكدوا ذاتهم بالمنطق ويوكدوا ذاتهم كمان بفضل الله و لما تقوله انا مش كده تقول كلام واضح تقوله ايه تقوله ببساطة انا ربنا انعم علي بانه واكرمني بخلقي ده ودي احسن صورة لي يا ربنا خلقني عليها وانا فرحانة بنعمة ربنا عليها وتسكت ساعتها كل الكلام ده يقفوا يا سيدة دعم اولادكم وعلموهم يواجهوا كل محاولة للقاس منهم او لتشويهم بانهم يمتنوا ويشكروا نعمة ربنا عليهم بانه خلقهم بهذا الخلق الكريم علموا اولادكم الكرامة بانهم يواجهوا اي نوع من انواع الانقاس منهم وعيشوهم في نعمة وفي كرامة وفي عزة ما تخلهم شيء لا يتواروا ولا يختفوا لانهم في احسن خلق وفي احسن كرامة لانهم عبيد الجميل سبحانه وتعالى